السلام عليكم أهلاً وسهلاً على كل حبيبي أسرة قناة عالم نوعات بنواريني دائماً بنوارين قناة عالم نوعات جاب لكم النهاردة حلقة جديدة حلقة فريدة من نوعها يمكن تكون أول مرة تنزل على القناة الحلقة دي هات مهمة جداً يا حبيبي ومحتاج كل بنتين هي تسمعها فعلاً حلقة جديدة من برنامجنا الإزاعي وبرنامجكم معاني الهب الحلقة النهاردة هتكلم عن أكتر من موضوع بس الموضوع المهم اللي هنتكلم فيه عن الحلقة النهاردة وهي إزاي تعملي حبيبك برومانسية وأسرار المرأة الرومانسية في تصرفتها وفي كلامها كمان أول حاجة معينا إزاي هتعملي حبيبك برومانسية طبعاً أي واحد بيحب يعني خطبته أو مراته وإن هي تدلعه يعني مثلاً أول حاجة مش هتنضيب اسمه هتقول له مثلاً حبيبي بيبي إنت عياتي كنزي روحي كل حاجاتي طبعاً بتفرق فيه الراجل وبتأثر فيه جامد جداً يعني مش شرط أنت كل يوم تنضيب اسمه أو مثلاً روتين على طول تكوني بنفس روتين يومياً طبعاً دي حاجة بتزهق وي بتحسس بالملل والفوتور كمان في العلاقة بينك وبين حبيبك أو بينك وبين زوجك طيب ممكن تتعملي إيه كمان عشان تجذيبي تجذيبي زوجك لك تعملي إيه كمان ممكن تسيبيه له مثلاً رسالة حلوة كده الصبح هو في الشغل تعبري بها عن مشاعرك تقوليه مثلاً قدي انت عشتني قدي انا مشتقلك مثلاً في الوقت ده ايه مشتقلك جداً وانت بعيد عندي يا ترى انت فكرني ايه ترى اني جيت على بالك النهاردة كده وانت قعد في الشغل مثلاً قدي الحاجات دي طبعاً بتفرق كتير جداً جداً في قلب الراجل وعلى طول بتخليه دايماً ان هو مشتقلك وتخليه ان هو يفكر فيك على طول بتخليه حتى كمان ان هو مش قادر يعد في شغله كتير ايه مش قادر ان هو يستمر في شغله كتير عايز يرجع البيت عشان يعد في حضنه عايز اقوله كمان يا حبيبي بالمناسبة ان الحضن ده بيفرق كتير جداً جداً في حياة الراجل والمرأة يعني مثلاً الحضن ده بيحاسس بالامان بيحاسس الشخص اللي قدامك او زوجك يعني قدي ايه انت بتحبيه قدي ايه وبرده كمان بيحبك فطبعاً كل الحاجات دي بتفرق يا حبيبي في الحياة الزوجية ايه مش لازم انت تكوني بنفس الروتين يومياً تغيير الروتين دي بتبقى حاجة كويسة كداً كداً وكمان مش بتحسس بالفتور في العلاقة بينك وبين شركحاتك ايه كمان عايز انصحك بحاجة متتوقفش ابداً عن ارسال الرسائل لجوزك او حبيبك او خطيبك على طول دايماً تبعت له رسائل ايه الرسائل دي طبعاً بتحسس خطيبك او بتحسس جوزك قدي ايه واشغل بالك قدي ايه هو واخد مساحة جبرة جداً في قلبك قدي ايه مفيش حد تاني يقدر يملك مكانه غيره غيره هو بس ايه مفيش حد يقدر يملك مكانه في قلبك الا هو بس فانا انصحك طبعاً انت ايه اول حاجة تدلعي زي ما اتفقنا تاني حاجة متتوقفش ابداً عن ارسال رسائل رومانسية ايه لاي خطيبك او لجوزك طبعاً بتفرق كتير جداً يا حبيب الرسائل الرومانسية زي ايه زي مثلاً وحشتين يا بيبي ايه وحشتين جداً يا بيبي ما درستان عنك ابداً ايه انت على طول في بالي ايه على طول شغل اللي التفكيري شغل القلبي ايه مفيش حدثان يقدر يملأ مكانك طبعاً كل الحاجات دي حبيبي بتفرق بتفرق جميل جداً جداً فيه العلاقة بين الراجل والمرأة ايه تالت حاجة معانا حبيبي ان انت تقول له مثلاً ايه دي انا بحس بالسعادة طول ما انت هيا بي ايه سعادة ملاش حدود ايه ولو انت بعيت عني الا قدر الله ممكن يحصل لي حاجة ايه ممكن قلبي يتحطم من غيرك ايه انا من غيرك ولا حاجة كل الكلامات دي طبعاً بتفرق في حياة الراجل ايه طبعاً انت حياتي ايه انت حبيبي انا مهدرش استعان عنك وقد ايه بتحسسني بالسعادة طول ما انت جمبي ولو انت فعلاً عايزني مبسوطة ايه لازم تكون جمبي انت بعيتش عن حدني ابداً ايه طبعاً لازم كمان انت ايه تقول له قد ايه هو مهم موجوده في حياتك ايه لازم طبعاً تعبري يعني تعبري بمشاعرك قدامه تعبري بتصرفاتك ايه زي ما قلتلك طبعاً ازاي طبعاً هتعبري له انه مهم جداً في حياتك وانت متقدرش تستغني عنه ايه زي ما قلتلك بحضن ايه بمسكة ايد بطبطبة كده على الكتف كده كل الحاجات دي حبيبي بتبين مدى حبك لزوجك ايه بتبين قد ايه انت فعلاً متقدرش تستغني عنه ماشي حبيبي ايه ايه اخبري كمان يعني قولي له برضو كمان حاولي تقولي له تبرزي المميزات الحلوة اللي فيه تقولي له مثلا انت الله انت عضلاتك جميلة جداً عضلاتك بصراحة بتحسسني انت إنسان قوي اقدر ان انا اعتمد عليه في المستقبل قدام بعد كده ايه حاسسيب رجلته بمعنى صح ايه قولي له برضو ان انت نظراتك جميلة جداً و لا تأثير على قلبي جميلة وعلى فكرة مفيش مشكلة حتى مثلاً لو انت بتقولي الكلام ده ايه مثلاً حتى يعني لو ان نظراته عادياً مفاش اي حاجة خالص بس انت حاسة ايه حاسة فعلاً ان نظراته يعني جذبة لكي او حتى نظراته ممكنش جذبة بس انت بتقوله كده عشان انت تجذبه لكي بجريقة رومانسية وهنا معنى الرومانسية اللي انا بكلمك عليه ايه حاول انت تبرزي مثلاً ايه صفاته الحلوة تقوليها له تقول له مثلاً تعطلاتك عجباني تعطي جسمك ممشوق جسمك حلو مفتول العضلات زي ما بيقوله ماشي حبيبي ايه كمان ابتسمتك لها مفعول السحر على قلبي ابتسمتك بتخليني مرتبكة مش عارف اتصرف ازاي ايه كفية نظراتك كلية بتخليني ان انا مش حاسة ايه باي حد تاني حوالي مش شايف حد تاني اي راك اللي انت مش شايف حد اللي انت ايه عناية مش شايف حد اللي انت لاني بحبك كل الحاجة انت طبعاً يا حبيبي بتفرق وبتبرز مدع حبك الى خطيبك او لزوجك ماشي حبيبي ايه كمان انت لازم برده تبينيله او تقوليله من تصرفاتك وافعالك ان هو الشخص الوحيد اللي انت فضلت طول العمر تحلامي به ايه وطبعاً انت تكون يعني مبسوطة جداً ان انت لقتيه وان الحمد لله ان القدر او يعني ربنا جمعك وبعض في قرب وقت ممكن وان ان انت يعني كنت مشتقة جداً لان ان انت يعني تلاقي شخصية حلوة زيتي ايه طبعاً كل الكلام دي حبيبي الكلمات دي بتفرق طبعاً في حياة الراجل وبتخليه مش قادر يشوف حد غيرك مش قادر يشوف حد غيرك ايه ممكن مثلاً لو انت مثلاً قعدة كده انت وزوجك مثلاً في لحظة رومانسية ما فيش مانع برضو ان انت تغنيله تغنيله مقاطع رومانسية او مثلاً انت شغالي موسيقى هدية كده في بيتكم وانتو قاعدين او مثلاً ممكن برضو ايه ترقص رأسا حلوة كده هدية على اغنية رومانسية حلوة تبين مدى مشارك وحبك ليه ايه طبعاً كل دي افعالها يا حبيبي بتبين برضو ايه مدى حبك لازوجك وبتبين مدى اهتمامك بيه كل الحاجات دي طبعاً رومانسية ايه ماشي ما تركزيش طبعاً في الرومانسية على حاجة معينة الرومانسية طبعاً يا حبيبي زي ما احنا عارفين بحر واسع ملاهاش حاجة معينة ملاهاش يعني فكرة افكار معينة يعني او بتقتصر فقط على الكلمات زي ما قلتلك زي ما قلتلك طبعاً الرومانسية والحاجات دي بتبقى افعال افضل من الكلمات بس اكيد طبعاً الكلمات بيبقالها مفعول السحر على قلب الرجل او على قلب الزوجك يعني ماشي؟ زي ما قلتلك ممكن مثلاً بلمسة كده حنينة تبيني له ان انت قدي بتحبيه اه حضنة مثلاً حضنة حنيين كده تحضني مثلاً جامد كده تبيني له برضو قدي انت بتحبيه هو اكيد طبعاً هيحس بكل ده اه كمان حبيبي عايز اقولك ان طريقة الكلام مع زوجك او خطيبك بتفرق برضو كتير يعني الكلام الرومانسي بيفرق طبعاً كتير في حياة اي راجل ماشي حبيبي اه لازم طبعاً ان انت متركزيش على زي ما قلتلك على فكرة معينة لاني طبعاً رومانسية ملقاش حاجة معينة اه انت طبعاً مش مرضوماً انت يعني اي تركزي على اه على حاجة معينة يعني ممكن تقوله مثلاً منذوقتي حالياً متخيلاك في بالي اه رسمة ليك صورة جميلة جداً في بالي اه انت مثلاً لون عينك اه في بريك كده حلو اه بيحسسني بمدى حبك ليا كل طبعاً الكلمات دي على فكرة حتى لو هو مثلاً مفيش الكلام ده وتفعيله كده انت ممكن تقوله كده عشان بس تجذبيلك ماشي؟ بطريقة برضو رومانسية كل الحاجات دي طبعاً يا حبيبي بتفرق جميلة جداً وكمان عايز اقولك على حاجة حاجة مهمة جداً الابتسامة برضو لها مفعول السحر كمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الكلمة الطيبة صدقة يعني مثلاً لو قلتي لزوجة او خطيبة كلمة كويسة واكيد بيفرح بيها جداً جداً وبيحس بمدى حبك ليه كمان يا حبيبي الراجل بيحتاج انه يسمع كلمات غزل وبيحتاج ان انت كمان يعني تسني على محسنه وجماله تقوله مثلاً زي ما قلتي لك قبل كده انت مفتول للعضلات انت مثلاً شكلك رومانسي انت مثلاً شكلك عجبني كده يعني تبهيني له الحاجات اللي هي اللي عجبك فيه كل الحاجات دي بتفرق برضو مفروض كمان انت تستيلي ابسط الظروف وابسط الفرص عشان تبهيني له مدى رومانسي يعني مدى الحب كليه بطريقة رومانسية طبعاً حبيبي الرومانسية ملاش وقت محدد او شكل معين وطبعاً انت كل ما بقيت كويسة في الموضوع الرومانسية دوت اكيد طبعاً هيكون لك مفهول استحر وحيكون لك تأثير كبير جداً جداً على قلب حبيبك يعني هتأثر فيه جامد جامد يعني فعلاً بجد طبعاً المرأة الرومانسية كمان بيبقى رأس طفوات معينة ان هي بتكون متعطفة جداً مع اللي حواليها لازم طبعاً تبين دوت لزوجها او شركها عادها بتختار الكلمات الحلوة اللي بتعبر بيها على مدى حبها وقد ايها بتحبه فعلاً وقد ايها بتكون مبسوطة وهو جنبها وهو معاها طبعاً كل حاجات دي حبيبي بتفرق جامد زي ما انا قلتلكو كده حبيبي في اكتر من حاجة يعني تبين تخليك رومانسية قدام شركعاتك او قدام خطيبك يعني وجوزك يعني وكده في اكتر من حاجة ممكن مثلاً تقولي له انا مقدرش عايش من عيرك ما شوفش حد خالص في حياتي ولا عايز حد في حياتي جراك انت انت اللي تهم لقلبي انت الوحيد فعلاً اللي مليت قلبي انت الوحيد اللي لما دخلت حياتي وغيرت فيها حاجات كتير اه حسنتي ان انا مقدرش ان انت مقدرش اعوضك بحاجة تاني ان انت ملكش بديل بمعنى صح كل طبعاً الكلمات دي حبيبي بتفرق طبعاً على قلب الراجل وبتجد أطيق وليس قادر يستغني عنك وعلى ما قلت لك، طبعاً من ابتسامها لها مفعول السحر مثلاً إن زوجك راجع من الشغل طعبان أكيد طبعاً محتاج منك ابتسامة كويسة محتاج منك مثلاً بوسع حلوة كده على الخد محتاج تغذيف حضنك مثلاً مثلاً، الحضن دوت بيفرق كتير كتير جداً جداً في حياة الراجل وعلى قلب الراجل ماذا يا حبيبي؟ كل الأشياء تباين أنت تحب أن تشارك حياتك وهو أخصصا عندما وجدت كل الأشياء عشانه أكيد سيؤدرك جدا وأكيد سيعرف أنت تحبيه وأكيد أنت ممكن تعملي أي حاجة عشان تبسطيه وعشان تخليه مبسوط تحب أن تدلعيه دائماً تهتمي بيه وتهتمي بلبسه وتهتمي بأكله أعرف هو عايز إيه وتعمل إيه أعرف هو محتاجي في الوقت ده مجرد كده ما تبسي له بس بتي بيفهمه طبعاً كل الحاجات دي هو بيقدره كل الحاجات دي طبعاً بتفرق معي كمان بتخليه بمعنى صحيح مش قادر أنه هيبس الواحدة أي واحدة تانية غيرك ودي كانت الأسرار أسرار يعني أنت تخليك إزاي رومانسية أو إزاي تتعمل بتلقى رومانسية مع خطيبك أو مع جوزك أو مع شرك حياتك معنى صح ماشي حبيبي أهم حاجة بس زي ما قلتلك اللي ابتسامة اللي ابتسامة مجرد بس ما تبتسمي كده أكيد طبعاً بيبلغ مفاول السحر إنه مثلاً ما يرجعش من الشغل اللي أكي مكشرة للاقي كزعلانة من حاجة كل الحاجات دي طبعاً بتفرق جامد جداً حبيبي و زي ما قلتلك طبعاً لازم تدلعي تعمليه اللي هو عايزه ما تحاولش ان تضايقه مثلاً حتى مثلا هو متعصب وكده تحاول ان انت تبادي عنه في الوقت ده لكن طبعاً كل الحاجات دي بيكون شهيله لك اشتركوا في القناة